طيب بخلاف ذلك ورغم فوز الأهلي البعض ممكن يعتقد أن تقيم تحكيم أجنمي بالأمس كان ليه دور كبير جداً المباراة تحكمياً تخرج في أفضل صورة وفي أفضل نتيجة لا بالعكس فوز الأهلي بالأمس أخفى الأخطاء التحكمية الفجة التي حدثت بالأمس بالأمس كان لازم على الأقل اتنين لعيبة يتردوا من فريق بيرامدز عبدالله السعيد ورمضان صبحي على الأقل اتنين لعيبة وأنا مش فاهم حجم الاعتراضات اللي ظهرت عاقب المباراة من هاني سعيد مع الحكم البولندي يعني أنا مش فاهم حجم الاعتراضات إيه ده الأهل المباراة خرج من عنده اتنين لعيبة بسبب الإصابة أعبرزهم كريم فؤاد هيغيب حوالي ثلاث أسابيع وأن حتى نشوف اعتذار حتى على الإصابة اللي تمت مع كريم فؤاد أو مع برونو سافيو أو مع محمد عبد المنعم ملاحظتش ده ولا شفت ده كتنبارح المباراة عنيفة جداً وللأسف الحكم ما حماش لعيبة الأهل بشكل جويس جداً لكن مع ذلك فوز الأهلي خلى البعض يتصور أن الأخطاء التحكمية ده ما أسردش في نتيجة المباراة لكت ممكن تؤثر بشكل أكبر من كده نفطرد كرة علي جابري كانت جات هدف مثلاً كان الوضع يبقى إيه ساعته؟ فحتى التقييم بتاع التحكيم مبارح البعض يقولك كان فيه انذار مستحق في نهاية الشوت الأول يقولك كان فيه كرطة أحمر كان فيه كرطة أحمر تاني كان فيه لمسة يده يخلق في النهاية 8.5 من 10 أي امتياز بـ 8.5 من 10 وكم هذه الأخطاء التحكمية حتى لو هو حكم نهاية كاس العالم على فكرة مباراته في نهاية كاس العالم بين فرنسا والأرجنتين كان فيها ضرب الجزاء خيالية يعني يعني المبارات تحكمية ما خرجتش بصورة طيبة قوي اللي البعض يقولك ده انت جاب لك حكم عدار نهاية كاس العالم الأرجنتين فازت بضرب الجزاء أو تحسب لها ضرب الجزاء ما كانش فيها أي سمة ضرب الجزاء خالص لدي مارية فبالتالي كان فيه أخطاء تحكمية في نهاية كاس العالم وفي مبارات الأمس وليس بالمستوى التحكيمي المميز قوي آه وحكم نهاية كاس العالم بس مش بالمستوى التحكيمي الرائع يعني لكن ما علينا تبص بقى على الجانب الآخر في مبارات الفرق المنافسة مبارح حدثت مهازل تحكمية سواء أثناء المباراة أو بعد نهاية المباراة احنا مستنيين نشوف تأرير حكم المباراة الكابتن أمين عمر وتأرير مرائب مباراة أسوان والزمالك لأن في بعض اللقطات وفي بعض الأحداث في المباراة السابقة تم تغريم وتم منع جماهير النادي الأهلي لأحداث لم يراها أحد ولكن بالأمس صوت وصورة في البث المباشر وفي شريط المباراة وعقب نهاية المباراة وحكم أكيد كتب في تأرير ومرائب مباراة فننتظر العقوبات التي ستخرج من ربطة الأندية ولجنة المسابقات برئاسة عمر حسين في الأحداث التي ظهرت بالأمس في مباراة أسوان والزمالك محدش يقول مناش علاقة بالمباراة الأخرى لا العقوبات التي تصدر في بعض المباراة بيكون لها تأثير على شكل المنافسة لها تأثير على اتجاه المنافسة لما بيتم منع جمهور فريق منافس في مباراة ده بيأثر على الفريق المنافس فبالتالي بيفقد قوة من قوته في بعض المباراة فبالتالي مهم جدا أننا نتابع كل الأحداث التي تحصل في مباراة الدوري وحاجة أخيرة عايز أقولها في جزئية مباراة الأمس أتمنى فرق الدوري كلها تلعب زي ما بيلعب فريق أسوان تسيبكم من الكلام إلعابوا قدام الأهل بنفس الإسلوب تسيبكم من الكلام الفوضي اللي بيتقال ده لا بالعكس والله احنا بنا دخلين الدوري وحاسيني فيه خمس ست مطشات كده نتائجهم ما بتبقاش يعني فيها حدة منافسة تحس النتائج معروفة نتائج سهلة معروف حتى لو دخلت وسألت مين هيكسب مين بتبقى نتائج معروف خمس ست مطشات لا أنا أتمنى أتمنى كل فرق الدوري تلعب زي فريق أسوان لو كل فرق الدوري لعبة زي فريق أسوان والله العظيم ما هتلاقه فيه منافسة على الدوري هتلاقيه بطل واحد مخلص الدوري من الدور الأول وباقي الفرق بتتصارع على المركز الثاني والثالث من الإسبوع السبعتاشر والتمنتاشر زي ما حصل في مسم 2004-2005 عموما لا للفترة الجاية يمكن عنده غيابات عديدة نتكلم في كريمة فؤاد أكرم توفيق أيمن أشرف تاو وطاهر لسه هنشوف عودتهم إمتى لسه كمان بنتكلم على حمد فتح محمد عبد المنعم بكرة في التمرين بكرة إن شاء الله برضه هنشوف موقفهم من تدريب بكرة حمد فتح محمد عبد المنعم كل الأمور دي بالتأكيد هتتضح خلال الساعات اللي جاء لأن حجم الغيابات أكيد بيزيد من مباراة لتانية وعندنا ضغط مطشاط 5 يناير 12 يناير 17 يناير 21 يناير بنتكلم كل أربعة أيام مباراة في الدوري ومباراة كأس مصر